رأى عضو كتلة الوفاء للمقاومة نائب حسن فضل الله أنه بينما يصر المصرف المركزي منفردا على التحكم بقرار تقنين الدعم عن المشتقات النفطية والدواء فإن تجار العتمة من القطاع العام والخاص يحتكرون مادة المزوت لتهريبها أو لبيعها في السوق السوداء وأبقاء الناس بلا كهرباء وأضاف فضل الله أن جميع مراجعاتنا ومتابعاتنا مع الجهات الرسمية المعنية تصطدم بلغة التهرب من المسئولية والقاء اللوم على آخرين من دون أي أجوبة مقنعة حول سبب وجود كميات كبيرة من المزوت في السوق السوداء وتسرب الكميات المرسلة إلى البلديات خصوصا في الجنوب لحساب المافيات والمحسوبيات للمتاجرة بها على حساب الشعب الصابر وحمل فضل الله الأجهزة الأمنية والقضائية المسئولية الكاملة في تحديد المتورطين من موظفين وشركات وأفراد وملاحقتهم ومحاسبتهم بمعزل عن هويتهم الطائفية والسياسية وخاطب فضل الله أهلنا الطيبين الذين يطالبون بالإسراع في استيراد البنزين والمزوت من الجمهورية الإسلامية مؤكدا لهم أن السعي مستمر للوصول إلى النتيجة المرجوة وأن حزب الله يبذل كل جهد ممكن للتخفيف من معاناة الناس